موسيقى كل التحيات لكم وأهلاً بالأصدقاء امتبعين حلقة جديدة من مشاكل واحد وقت منقول الحلقة وجديدة قد يتبادر إلى الأذهان أن الموضوع اللي نحن نحكي عنه جديد ولكن هو قديم جديد جديد قديم امتلاقاً من واقع السلامة المرورية اكتر من الأصدقاء اللي عم بتابعونا عندهم ألف سؤال وسؤال حمدودية ونحن بدورنا حولنا كل هذه المعطيات إلى أهل الشأن وأصحاب الأختصاص سمحولي أن نرحب سورة بحضرة المقدم جوزاف المسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بالمدرية العامة اللي قوى الأمن الداخلي أهلاً وزالة فيك يعطيك العافية الله عافية وكل جهودك هي موضع تقدير كل الناس بهذه المرحلة الله يقولك هذه جهودك والأمن الداخلي نحن نعبر من ظاهر الفكرة ومن ظاهر العمل المرحلة لأنه المرحلة كل الشعب المرحلة تعقص يطمي العافاة الإعلام بحد ذاته المرحلة كواسى إعلام حضرتك أي وسائل إعلامية عم تطلعنا عم منقدر نتطلع من خلاله هي عم تكون المرحلة عم نقول الصورة الحائية التي كوى الأمن الداخلي اللي عم تقوم بعمالها إما بالسلامة المرحلة أو بأي عمل آخر خاصة بالعمل الأمن الوقائي أو الجنائي أهلا وسهلا فيك أيضا ضيفنا للمرة الثانية مباشرة وللمرة الثالثة لأن ورأ خبناها عبر التليفون شارل أبو حرب نقيب أصحاب شركات التاكسي في لبنين أهلا وسهلا بك مرسي أهلا وسهلا بك يعني هي من يسمي لحتى أقول من قبل الملتعينا معك كنا نحن عم نتابع نشاطاتكم كنقابي وكان ملفت يعني التعاون اللي كان مع المدرية العامة لقوة الأمن الداخلي وكل الجمعيات الخيرية والجمعيات الخيرة اللي كانت هدفها أنه تمرق رأس الصيني على خير صح شكرا جمهورتك حضرت النائية ويعطي في العافية مرسي خليلي إياك شكرا حضرك مقدم بدنا نحكي اليوم عن قانون السير الجديد يعني طبعا أنا سألتك قبل ما نبلش يعني هذا القانون بلو رسيم تطبيقي قلت اللي نعم ولكن شو صر أنه مع الكلام عن بدء التنفيذ بهذا القانون وهو نسان شهر نسان مبدعيا أو فعليا رح يبدأ كل الناس مرهنين على أنه مش رح يزبط ولكن قبل شوي كمين كنا نحكي بموضوع اللي عندما يتوفر القرار نحن حاضرين وجهزين وهي مناسبة لحتى نقول شكرا لحضوركم وجهوزيتكم ولكن ماذا يعني قانون السير الجديد 2015 أساسا نوضع قانون السير الجديد على أنقاض قانون السير عمره حوالي نصف قرن نعم نعرف قديش كان فيه أساسا تأخر وفي بطء بالعمل التشريعي في هذا المجال ولكن وأخيرا مجلس النواب أصدر قانون ثوري قانون جديد قانون بيحفظ الحياة الناس على فرقاته نعم ثوري نعم ثوري جدا حلو يعني طبعا يعني قانون براعي المعايير العالمية نعم بمعظم دول العالم نحن تقريبا استوحينا معايير ومبادئ السير الموري من معظم دول اللي هي متقدمة في هذا المجال ولبنناها وفق المقتضيات الوضع باللبنان نحن أساسا أكيد اليوم نحبلشنا تطبيقه وفق ما بنص عليه القانون نحن القانون بقول أنه يجب تطبيقه بعد سنة من صدور التعديل اللي صار بين السنة 2014 بعد استقخاره يعني بعد استقخاره وهذه إذا بده هي إحدى المشاكل الأساسية اللي عطرت وآخرت عملنا كنا نحن بلشنا نقلع والمجتمع المدني نحبلش أحد درعاء حالو الإدارات عملية الاستقخار رجعتنا لورا نعم بلشنا انطلقنا من جديد نحن حاليا وفق ما بقول مثل القانون نحن من بدلش نطبق الفئة الخامسة هذه هي ما تنتظر وليس لازم تنتظر التأخير بدأنا بتطبيقها كقوة من داخل بسناء السجن اللي بنص عليه الفئة الخامسة أما الفئات الأخرى ستبدأ بتطبيقها سجن 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 طبعا بساعة السجن بساعة السجن بساعة السجن بساعة أشخاص اللي هن بدوا يعملون وتهورون بأي حالي بتفوتني على الحبس نحن يعني نحن نفوت المخالف يعني أنا مخالف حتى نجفش من مشكل لأمر المخالف المتهورة نعم بأي حالي حاليا اللي هي إذا مثلا تخطينا المخالف السرعة القانونية فاقو 60 كم بالساعة يعني إذا أنا ماشي على الغصاد 80 مكتوب 80 وأنت ماشي 80 كثير من نعم نعم إذا تخطيت يعني 80 من أزيد 60 علايا 140 وفروري 40 هون في غرامة مشددة مليون من مليون إلى 3 مليون بتدفع الحبس صح بتدفع أول شيء الغرامة من نحجز لك المركبة وفي عندك من شهر إلى سنتين حبس معقول من شهر إلى سنتين معقول أو حلم عم نحكي لك هذا ماذا هذا ماذا هذا ماذا طبعا لأنه بالنهية نحن ما نمنع إحنا إلا القانون وجد نمنع القتل المجاني على طرقاتنا ما لم تبقى الشخص الذي يسرع فاق 160 على طرقاتنا يعني عم تحكي أتصراد مية مع أنه أنا شخصيا بعتبر معظم طرقاتنا مش هزي نسرع فاق 80 أتصراد يعني عم نحكي مزبوط مزبوط هذا الشخص عن سابق تصور وتصميم ينتحر أو يقتل غيره واضح نحن ما نمنع ينتحر وما نمنع يقتل غيره يقتل غيره يقتل غيره الشعر حضرتك أنت جاء وكان قيب يعني أصحاب شركات التاكسي وخلينا نكون كتير منطقيين وصريحين دائما الناس بيأخذوا فكرة أنه بيصير فيه بخالفات سببها السيارات الكبيرة السيارات العمومية أو بعض الناس نعم شو تحب تقول امتلافا من هذا القانون الذي عمشحه حضرة المعدة نحن بالبداية نرحب بهالأنون لأن نحن نعتبره أنون عصري فعلا بيتماشى مع وقعنا اليوم بالرغم من عدة ملاحظات نحن وضعناها حول هالأنون مثل فينا فوق ملاحظات اللي كان عم يحكي عنه حضرة المقدم نحن نطلب وما يكون في رادار بنص الطريق يطبع وحاجز للدرج لأن منعرف عملية وصول الضبط لعند المخالف تستغرق يمكن ثلاث جماعة أو شهر ويمكن أكثر مليون في الأسف طب ما كنا موعدين نحن هذا الشيء يجب كله في طور الطبيعي نشرح وقت اللي نحن بدنا نحط عقوق غرامة مالية بقيمة مليون ليرة أو غرامة وصل للحبس نحن نطلب أن يكون حاجز زرك بعد الرادار وتوقيف المخالف فورا نحن هدفنا الحفاظ على حياة المواطن وليس معاقبته لن نرحق أنه سيكون بطاني مرة عمل حادث ومات هل تحب تجيوه؟ فيما تعلق بالفئة الخامسة بلشته فيها بلشنا فيها تقريبا تقريبا ألف تقريبا إذا وضع في الوضع الطرقات في شتي في ضباب يعني أكيد كل الطرقات في السيارات نوعا ما بخطة الشغل يعني 500 تصير 500 600 محضر يعني فيما تعلق الفئة الخامسة منتصل بالشخص فورا يعني أول ما تخلص العملية بلشنا منتصل بالأشخاص يعني الفئة الخامسة بدون سجن عم بيجي عم نحجيز المركبة عم نمني ومحضر صفر هو بيجي يعطيك متفسية طبعا بيجي بكل إرادته وبيجي في أشخاص ممكن ما يجيه يعني مثلا في أشخاص إذا كانت نمرة غير أنونية وإذا عرفنا من الشخص يعني وما إجيه مثلا وعرفنا الشخص أكدنا منه ممكن يصدر بحق وبيلغ بحث وتحرر مثلا طبعا يعني ما بالنهية عم نحكي نحن بالأنون بحث وتحرر شوية بسرعة بالأنون أنه في مثلا شهر أو شهر يكون ملوحق وفقا للأنون ولكن يصدر بحق المحضر يعني المحضر هذا الشخص يتسجل عليه ممكن يصدر بأضعاف أكتر من إذا كان مثلا مليون ممكن يصدر 3 مليون يعني يصدر حد الأقصر إذا لم يأتي بعدين لأنه يدتر لأنه يعمل ميكانيك عنده إجراءات قانونية محددة بسيارته يحضر على ميكانيك يلتجي لأي مخفض بأي عمل المواطن نحن يفضل أنه يكون منسجا أنه يطبق المطلوب منه بالنهاية الهدف حمايته للمواطن الهدف الأساسي ما ننسى ما نفكر بالغرامات من أنه يقتل حاله أو يقتل غيره هذا الهدف الأساسي الوضع أدام عيوننا أثناء وضع هذا القانون كان وضع نصب عيوننا أنه نحمي حياة الناس نحمي المواطنية نحمي السائقين من حاله المتهورين أنا كثير أقدر لحضرتك أنت عم تقوله ولكن الكتاب الأنوني اللي قدام حضرة النقيب 420 مادة لماذا بدنا وقت نحن وغيرنا لحتى نقرأ ونحاول قدر المستطاع نمشي وفق هذه المواد يعني لا في أبواب ما ذاك تساعدنا عبر صفحاتكم ونشاطاتكم كامل حتى نساعد الناس مع النقابات المعنية الفئة الخامسة يمكن أن نتصل بالأشخاص مثلا إذا كان سرعة إذا كان من جيب سيرة الكوتاس إذا كان فاق جرام بالليتر بالدم عم يكون ذات الوقت عم نعمل له المخالفة السرعة عم يكون في اتصال فيه بالمستقبل عند مكنة المحاضر في عملية ثوانة أو دقائق منوصل يعني يتبلغ المخالف نعم كل ما يتطور عملنا نحن بعد عمل تقليدي ولكن بطء الإدارة للأسف فيه تأخر بالموضوع وقت نصل للمكنة المحاضر فيه عملية دقائق عبر الـ SMS تصل أو أي طريقة أخرى تصل لأن نحن تعرض للمخالفة نحن 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 أما فيما تعلق بالحاجز يعني صارت فيه حالات معينة وصارت فيه كوارث يعني فيما تعلق بالحالات كوارث متفاجئ السائق الشاحنة توقف السيارات يعني هو مسؤول ولكن نحن نسبب حواجز اتخذ قرار أنه تصير المحاضر لرادارات بهذه الطريقة مثل ما مصير بأي دولة بالعالم إلا ممكن بالمستقبل على الطرق الفرحي لماذا تقول هذه الطريق مراقبة بالرادار لتعرف الناس نحن نحن نقول كل الطرقات مراقبة بالرادار كل الطرقات مراقبة بالرادار هكذا المواطن يجب أن تضعها في رأسه لأنه واجب المواطن أنه لا يخالف القانون نقل له مراقب أو غير مراقب يجب المواطن السائق المواطن ينفذ القانون ويطبق القانون وهذا إذا حدث عملية نكتب مراقبة بالرادار كان من إحدى السلبيات التي وضعت بالعالم وليس موجودة في فرنسا أنت تتعيش بهاجس أنه في رادار فقراص عبر رأبك مئة بالمئة كثير المئة نقيبي وحضرتنا مهم ولكن انت لقا من إلية التنفيذ اليوم حضرتك أنت كنقيب لأصحاب شركات التاكسي لماذا معنيين نحن في التوجيه يعني بدي كل التعاميم الضرورية لحتى نلتزم بهذا القانون نحن بالواقع لدينا مشكلة بتطبيق هالقانون لأننا كشركات تاكسي نحن نملك مركبات تمشي على الطرقات وعندنا صائقين هنم موظفين على السيارات فعبلية تواصل كوى الأمنية معنا بالثواني وبالأيام بتأثر كثير لأممكن يكون المخالف هو شخص ترك العمل بعد 3 أيام واركب مخالف 300 مليون ليرة تتحمل وانتو متحملة نحن نحن مضطرين دائما إذا منكرز منك بيتسبب لك ببحدة فعملية وجود الحاجز هي كثير بتكون معاود استشار يعمل أعمال منيحة ما في مش يتحملة عمال المحامة المثار اللي يترسني ونحكي عننا بعد شويل حتى ترجع تتعلق فيما يتعلق بهالم موضوع كمال الأنون السير وجد حلول لإلى مالك المركب يعني مثلا منعتي فيما تعلق التاكسيات ليس فقط حتى مالك شركات الأجار سير الشخص على السوق وقت يقدم اعتراض أنه في هذا التاريخ شخص كان يسوق شخص الفلان X Z Z وقت يؤكد المحضر يتوجه لهذاك الشخص واضح وإذا كان أجنبي مسافر أكيد يتوجه للأجنبي تتحمله وإن شاء الله نستطيع أن نصل على مداخل اللبنانية على المداخل المطارات أو البر وإن شاء الله بالمستقبل هذه كلها رواية رواية إن شاء الله نستطيع أن يكتمل مصادة الأمان للأنونس أي مخالف يتحمل المسؤولية ليس أنت أكيد نحن كأصحاب شركات تاكسي وكأصحاب شركات تأجير سيارات على طول نحن لا نكون عام نسوق على طول لدينا شكاوى أنه هناك نغير نسوق مركباتنا فهون نقع بمشكلة ليس لأبدا عليك أن تقدم الاعتراض بهذه الحالة أنه شخص كان يسوق ولماذا لأنون لاحظ هذا الموضوع لا 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 100% لأنه هناك غرامات مانا سهل ولازم المخالف يتحمل المسؤولية أنت صح ماناك مسؤول أبرز التغييرات التي استحدثها القانون أول دعونا نتعلق بالتوعي اللي نحن نهلأ لنسان ونحضر حملة إعلامية كبيرة وإعلانية كبيرة ومن خلال وسائل إعلام ودعوتهم لألنا مشكورة قدر نوصل عبركم للمواطنين بعض المواد يشوى عليك ضغط كثير بهذه المرحلة أنت إنسان مؤتمن وشاركت بهذا القانون والمسؤولية كبيرة مثلا المدرية العامة متخصصين شاركوا بساهم ووضعوا والمزارة الداخلية والبلدية نحضر لبروشيرات نحاول نوصل لكل الصائقين في لبنان أهم المخالفات ومن ضمنهم كل العالم نحاول نوزع بروشيرات على كامل أراضي نغبي التقاطي مع الجيل جديد مع الجيل جديد هذا مشروع أخذ مشروع استراتيجي كوالأمن الداخلي نحن نتحضر هذا الموضوع ليس فقط كوالأمن الداخلي تقمع المخالفات وبدأت تكون هي صهرة على إنفاذ القانون أيضا دورك أيضا نحن نحضر لبرنامج عمل استراتيجي للمدارس في أكيب عمل نحضر مجموعة كوالأمن الداخلي نحضر مجموعة بالعلاقة العامة من العناصر المجازين اللي عندهم كثير مريحة حتى من هنا أشخاص معهم دكتوراه حاليا نحن نتجهز لكل محافظة يكون خمس عناصر حاليا شغلتهم بس كل السنة يروحوا على المدارس يعملوا محاضرات على السلام وغيرا من الأمور يعني هيدا عمل استراتيجي تنربي جيل منسجم مع ألونسار ومنسجم أيضا مع فكرة الدولة والانضباطية داخل الدولة اللبنانية نعم فجهزين لحمل إعلانية من خلال بروشيرات على اللب ISF وأيضا عم نحضر لحملات إعلانية كما في متعلق الشباب ينشاهد لكم هيدا عمل واجب علينا أنه نحن نقوم فيه شكرا نعيب شود لك نحن نحن نرحب بهالخطوات اللي يسكنها حضرت المقدم ولكن نتمنى أنه ما يكون تطبيق هالعنون ومحصور بس ببيروت وجبل لبنان وكسروان نعيب حضرت المقدم عفوا نعيب مقدم نعيب مقدم لا في مشكلة شو بذلك أكيد يعني كمان هيدا نظرة كمان كتير بقلولنا روح وطبي القانون بمبارخوين روح وطبي القانون مبارخوين وهيدا وهيدا أنا برأي بقل له للشخص اللي عم بقول هايك أنه أول شي إذا عم نطبي القانون بمكان معين هيدا لمصلحة لهيدا الشخص أنه أنا بعد أعمل محضر لمخالف أنا اتخذ عم بحمية أساسا أنا أكون عم بحمية أساسا فكرة الدولة فكرة القانون مين وضعها المجتمعات لحامية وتنظيمها وأينما يكون تنظيم القوانين في مكان ما هيدا بكون لما صلحت هذه المنطقة نحن نقول أنون طبعا نحن نقول أنون أولا يقول بيروت وشبال وكسروان يكون قصب القانون أولお願い لمصلحت هذه المناطق سيكون اما فيما يتعلق بالمناطق افضل ايضا عم نطبي القانون واذا بدك يعني الردارات السرعة اللي عم تشتغل ببعلبك مثل الردارات عم تشتغل بجبل لبنان مثل الردارات عم تشتغل ولكن ما في نقر انه فيه مخالفات كل ما نبعد اكتر فيه مخالفات اكتر مدخلي سريع وهذا الشيء بدون عم ينشغل علي تنقدر واحد عملية تطبيق القانون محل مكان يعني المركزية الفكري يعني خاصة ان احنا سلطة مركزية سلطة مركزية تكون قوة الانوم بيكون بالقلب اكتر من الاطراف ان شاء الله بالمستقبل نقدر كمان مع النفذ هلا كون الاشخاص بالاطراف منسجمين اكتر مع تطبيق الانوم ستبقى اللوحة الحمرة هي للتاكسي وللأسف بشمال لبنان وبيتراب نستحديدا اللوحة البيضة هي اللي بتنقل الناس وسألنا المراجع اللي اللي بتنقل يشتغلوا لانه ناس فقرة بردا تعيش يعني القانون بنيسان شو رح يقول شو رح يتطبق هل هناك لوحات بيضة؟ نعم ولكن هل هناك لوحات بيضة هناك بالشمال والضاحية هناك بعض من المناطق موجودة فيها لحقها وهذا اهمية مثلا بيقول لك السوشيال ميديا ما يعملون؟ يبعطون لنا صور مسائكين للنمر العمومي صور تنهمر على الاتلاب اسف على الكوى الامن الداخلي وإذا نحنا على الأرض إذا تأخر بتطبيق الأنون ببعض الأوقات إذا نحنا تغاضينا أو سيارة قدرت مرأة أو ما عم نقدر نتبطة عم نكون بالمرصاد السائكين العموميين وغيرا من المواطنين عمير سلون عبر الاتلاب اسف نحن نتنفذ الأنون باعها هذه السيارات هل تريحه لنا؟ لا حيثا المدير العام صار أجأ وهنا نتابع الموضوع مع الكائز من أراد الإبنانية مفارز السائر نحن نتلاحق هذا الموضوع والمدير العام اللي هو إبراهيم بسبوصر أصدر أكثر من قرار تفصيلي فيما تحلق الموضوع للتضيق وفيه تنسيق مع النخبات السائقين العموميين حضرة نايد نرايحك كثير حضرت المؤدام فأنا كثير ممسوط بالموضوع نحن نحن بصراحة بـ تحضير تسمح لي أنك بذلك تكون مجملة على الهواء يعني طلاقة الإنسان اللي عندك بالتعبير وان خلال ردة يعني الفقن السريع اللي عندك عم بترد على السؤال وش عارف شو هو السؤال ومش ذيك توجد شغل كثير من ذي يعني لأهن هذه هذه الجموزية اللي عندك لأننا نحن نتحدث عن هذا الشيء موجود نحن نتحدث عن هذا الشيء موجود نحن لدينا مستندات تثبت أن هناك سيرة خصوصية بعد أن تعمل عمومي لتاريخ هذه اللحظة ونحن نطور تقديم دعوة قدام الأيام العامة ونحن نبلغكم أكيد لنطبق أن نتحدث عن هذه اللحظة مفرد سير جدد في هذه اللحظة إذا فقط مدعي المواطنين فقط على الأطلاب في هذه اللحظة انضبط سيارات لسيارات عمومية مخالفة أو غير لبنانيين عم بسوقه هلأ عم تنشر على الأطلاب أي أسئاف المخصوة للمخالفات ضروري قد مدعوة أو رجعوكم نعم رجعونا يعطونا مستندات يبعطونا أن هناك عنوان معين وفي مخالفة معينة هذا الموضوع الذي نحكيه اليوم أنور الساب الجديد يلحظ بالمادة 178 الإستسداءات التي تجوز لأصحاب الشركات السياحية والمؤسسات السياحية أن تستعمل سيارات خصوصية مكان السيارات العمومية يعني مثل مين؟ أولا نحن نطلق من واقع نحن بلبنان 10452 كم بلبنان 33000 لوحة عمومية يعني على كل كم في ثلاث سيارات أكيد بالنسبة لبيع الدول نحن نكون 10 ألف ونحن عم نشتغل ضمن 2000 كم مربع على 33000 الاعتراض هو وقت بالوقت الحاضر ما في حظر جوي على لبنان بدخول كل السواح على بلدنا التواصل البري بين كل الدول محيطة فينا مسكرة أوكي وبالإضافة صار في عندنا محلة 33000 ممكن يصيروا 500000 ما المشكلة؟ المشكلة إنه نحن كيف القانون يجيز لأنهم؟ القانون يجيز مثلا شركة سفريات إن يكون عندها 20 سيارة نمر بيد نمر خصوصية هي عم تعمل خدمة النقن العمومة نعم ولكنه يقول لك لا يذكر عن دقاء أجر ولكنه ممكن يقبض الأجر باللتكة اللي عم يقبضها بالمشوار اللي جاي هناك جواب حضرة اللي قدم هناك فئات معينة مثلا خلنا نعطي مثل أوتيل هؤلاء محددين مصنفين مثل المطار مثل المطار فئات معينة هؤلاء محصورين وما بيشتغلوا محصورين هؤلاء محصورين هؤلاء الوكالات السفر والسياحة المرخصتها رسليا إنه وكالة سفر أي مكتب سفرية ممكن يمتلك نعم يجيبه سيارات كثيرة صح لكن هذا ينقل من المطار ينقل برحلات معينة مثلا على بيبلوس على أماكن سياحية من خلال عمله هذا موجود بكل دول العالم هذا من ضمن عمل المطار الموجودة بوكالة السفر يتأمن الخدمة هلأ ممكن يتعدل هالا اعتراضات المقدمة ممكن إذا أداموهن بشكل رسلي أنه يتعدل ولا يأخذ وقت هذا يأخذ وقت موجود بالأنون السبعة والسبعة والسبعة موجود كما يتعلق به الأمور حضر لكي يدى فقط هلأ نحن كفىنا بـ هذا الموضوع ولكن نحن لديك أيضا كمان يوجد شركات خاصة كمان نحن مع نمنا للعالم لا يمكننا أن تكتشير استاذيا أن ترجع استثمارات السياحية بالأبل مثل ما هن مدورهم أساسي نكافح المخالفات المتعلقة بلوحات البيض وهن يساعدون حين يساعدوننا من أيضا بحاجة دراسة معمكة اقتصادية والجدول اقتصادية من هذا العمل واكيد نحن مفتحين على اي اقتراح بما يتعلق هالموضوع نحن ناخد اتصال سريع اذا امكان معنا اتصال ألو تفضل مين معنا معك حسين اهلا خي حسين اذا امكان شو السؤاله بسرعة فتح الانترنت نعليله صوته شباب تنسمع حسين بشكل واضح فتح الانترنت لقيت انه ماكل بابت الصرعة نعم من عشر طيام هلنبقى مجيش حدا بلغني كيف بدي ادفعه هذا البابت الصر هان تكرم عينك سؤال تاني سؤال تاني نعم الترقان مش محدد يدي الصرعة على الكسوة كيف بدي الواحد يعرف قديش الصرعة على الكسوة تكرم عينك امين معروف اول شي خمسة الف انا بيدفع عنه بعد المحضر مقبول هلأ نعم تحمله هلأ حتى بالتصاعدة هلأ بالجديد هلأ بها السنة الجديد على الجديد ولا بعدنا على القديم لم ينسان مبلش على الجديد قديش بسير دكت الصرعة يعني مثلا اذا كان بالسطة صعودية بين السفر اذا تخطى يعني حتى 20 كم بالساعة 100 ألف ليرة لـ 250 ألف ليرة لفاوتي الحبس لا 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 اخر شي عم نحكي يالا هو انه لك السرعات العالية باع من 20 لـ 40 من 250 لـ 250 ألف عندنا من 40 لـ 60 350 ألف لـ 450 ألف وفاق الستين اتمقتلك من مليون لـ 30 ألف كيف بده يعرف المواطن اذا عارف كيب تير مهم وعن جد بتشكروا علي لأنه المواطنين عم عم منعني بغوية مواراهم هذا الموضوع المواطن عم بفوت على موقع قوة الأمن الداخلي عم بيشوف المحضر عم بيشوف انه العلاء مخالف فورا على الاتصال وفيه أرقائه مواضحة على الاتصال يخبرونه انه انا علي مخالفة يحددون عنوانه مع الشارع بالتفصيل مع رقم اكثر من رقم تليفون لا يكون هناك حاجة لم يوصلون ليه لانه في حال موصلوا ليه عم يتحول لقرار جزائي ففورا نطلب منه الاتصال بالليبون بوست ويحدد العنوان ويحدد رقم انه انا ما تزوركم ممكن ليبون بوست يدفع لك الظبط ممكن ليبون بوست يدفع لك الظبط اذا انا اليوم اردت ميكانيك وتبين انه ليه ليه ولا ضبط ماذا معلتك؟ ماذا هو الميكانيك؟ يجب انه اراج جزائيه على الميكانيك ننطر القضاء وقضاء ايضا فيه تأخر بالموضوع نتيجة قسرة المثالفات وعدم المتنة ايضا يصبح تأخر بالموضوع هل يجب ان ينفع هنا؟ طبعا يوجد عمل اداري يجب ان يساعد للانغة نحن احنا اكيد عدم المتنة اراج جزائيه اذا الشخص غير مخالف تبين انه فيه ممكن يصير ممكن لدي شخص صديق مشترك لان لان كنت انا اراج اكي قال لي عجبك ان اتضبطها ايكل ان اراجي خبر على سرعة يفوت على الموقف طبعا ممكن حالات تكون رقمه مثلا اذا يعرف حاله مثلا كثيرا يجينا اشخاص انه بالشمال مثلا او بالبقاع حطين ذات الرقم الشخص ها ممكن اذا لم يذهب لهونك هو عم يتحرك بهذه البقعة الجغرافية اللي عايش فيها لا يعني كون هو اللي مخالف كيف لك اللي لو حضرت مقدم؟ يعني كيف لك اللي هو عم بقول المشكلة و عم بقول الحل ولكن المشكلة الأساسية هل يحب اللقاء معه؟ ليش كله حل يعني 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 اتعالي ما اساسا هو اللي هي حلول المشاكل اللي عاشنيها و عينينا منها بنى السبعة العنون السبعة والسفتين نحن بعنون السر مكتر له هنة المادة 123 نعم شو بتقول بتقول يتوجب على مالكي وسائكي المركبات العمومية و مؤسسات و شركات النقل للركاب الذين يمارسون او يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على الاراضي اللبنانية او بين لبنان والخارج الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشغال العامة والنقل نعم نحن وصل عنا فائتين الفائة الاولى هنه سيارات سيرفيس والفائتين هنه سيارات تاكسي بيحملوا اسماء ورقام تليفونات عم يشتغلوا على الاراضي اللبنانية نعم فكل شركة تاكسي بلها تشتغل ضمن الاراضي اللبنانية تستحصل على ترخيص مثل الترخيص هيدا نعم يلي صادر من وزارة اشغال العامة والنقل يلي بيجوز لشركة انها تشتغل نعم فهون العلون نحن نشرك حضرة المؤدام انك لحظته وهذا المطل المشرع بالنهاية وهذا المطل التوفيق لان لتستحصل على هالرخصة في دفتر شروط منك تستوفيق بموجب اران وزير الداخلية ووزير الانقل وزير الاشغال العامة والنقل بس لذي منك الورد اتصال من اندري شاب يقول انه قيادة الاجانب للسيارات العموية ببيروت وجوال لبنان او بكل ابنان القرار بكل ابنان القرار بكل ابنان بلش يعني القرار طبع بلش بدء من اليوم ومن المبارح لا لا صلوا فترة صلوا فترة نعم اليوم نحن نكرر ونجديد المملوح اكيد بس هناك معاناة نتيجة الاعداد الكبيرة التي موجودة للاجانب وفي لبنانيين عنده شركات عم يسترخصوا عم يجروا او يشغلوا او يستخدموا طبيعا متمنى اصحاب اصحاب الشركات الاميين بذلك حدك النقيب كل السائقين عندك لبنانيين بالنقابي بالواقع كل الشركات المنتسبة لان اول بنق الموظف والسائق هو لبناني ما في مجر ما في مزح كتير مهم ونحن هولا نطلب يعني فعلا هالميدة 123 هي اللي بتحفظنا على حقنا كشركات ما ممكن بقى يصير فيه اسماء بالطرقات لانو انا حبيت حط اسم على سيارة بيكون مستوفى عدة شروط لح تقدر اوصل لهالترخيص اللي بيوصل لمزارة النال ان شاء الله حضرت النقيب يعني حضرتك انت عم تحكي انت لقم من خصوصية لانك انت كل يوم مع الناس وكل يوم عم تحاول يعني تخفف من همومن وشكلن بزيارتك لكل المعنيين مع المدرية العامة يقوى العامة الداخلة التأيته نحن التنسيق قائم من فترة طويلة بيننا وبين المدرية واكيد يعني نحن اول اول مبادرة كانت هي على رأس السنة وكان مستوى التنسيق كتير عالي وعملنا عملنا المبين عمل على رأس السنة بحماس جدة كان عم يطلب من كل الناس ونروحه ونرجعه ونسهره على رواقصه على مال بلنا كمان بجلس على السنة كمان نعم كمان دم وسائل اعلام نعمل كل فترة كل شهر 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 صح كل فترة لانه مثلا مثل اليوم في حواجز ستكون على الكوتاست في محيط الأماكن الصهر كل اليوم لسيما آخر أيام من الأسبوع يعني مثل اليوم في حواجز ستكون على الكوتاست لفحص نسبة القطول بالدم أثناء الموجودين ونجد على كل فترة لماذا طبق يعني المخالب منهم خيلة إلا يعني صح نية بالمئة وبهمنا راحته يعني وبهمنا كمان بالليل هلأ شدته والأخير يوصل بأمان على بيته بدنا ناخد اتصال كمان إذا بتسمحوا ألو ألو فضل الله معكم يا ألو سلامة للمؤدم مسلم مين عبيحكي معنا معك أنتوان كرم فضل أستاذ أنتوان فضل أستاذ أولى بحب بوجه سؤال لحضرة المؤدم أنا بحييكن على هال قانون السير الجديد بالفعل يعني لبنان بحاجة لتنظيم السير باللبنان نعم بس أنت بتعرف حضرة المؤدم هذا القانون اللي لازم يتطبق إذا بدو يتطبق أول شيء بك تأمله مستلزماته نعم أنت بتعرف حضرة المؤدم أنه نحنا بلبنان ما بعرف مفهوم الأوتوستراد وين فينا نعرف أنه في مفهوم الأوتوستراد وين في سيرفيس رودت أنا عم بحكيك اشتغلت برة وتعلمت قانون السير ولأخدت إجازة سوق بأحدى الدول العربية نعم يمكن أنك عم تقدم لدكتورال بس شو السؤال إذا أمكن لأنه ما عندي وقت كثير بكراجة شو السؤال طيب أول شيء أول شيء نسبة التسامح بالسرعة إذا كانت محطوط السرعة ستين قديش بحق إلي لوين إقدر أوصل قبل ما أكل مخالف عشرة بالمية جاوة 10 بالمية 2 يعني هايدي نحنا 10 بالمية والعشر كيلو مالر يعني 670 يعني هايدي أنا أنا مش معها كتير يعني مش معها العشر مش معها العشرة بالمية في دول جواب التاني شو بس هلأ ماشي الحال يعني مؤكدا طيب التاني تاني واحد الترقات تريد أن تتخطط الترقات في التسردات مش مخططة ما بتشوف إلا تجاوز يمين تجاوز شمال بشكل مش معقول سيارات بتصف على الجنب بدي إياك تطلع بمشوار سؤال التالي سؤال التالي غير موضوع التلقات إضاءة التسردات إضاءة أوكي بلشي تلق طاقة الشمسية سؤال بعد نعم تلقي كيف يتلقى المخالفة بإستاذ خليك معنا أستاذ أونتوان لأنه موضوع اللي رح تحكي اللي رح يحكيها حضرت مؤدم رح يكون مكمل للنقات اللي أنت طرحتها شكرا لك لو سهل فيك متشكر أستاذ أونتوان كمان عنده خبرة بالطرق وهذا المفروض كل سائق باللبنان عنده هالثقافة السلام المررية وأيضا الطرقية تكتر بتعزي علي تقول أنه عنده ثقافة لأنه يعيش بره عنده هذه الثقافة صح؟ يعني نحن هدفنا هدفنا بهالقانون نرفع مستوى الثقافة المررية ليس بس المواطنين كل اللي بيعملوا بهذا المجال النقادات بجمع عياد إدارات والأمن الداخلة يعني فيه غياب شبه غياب للثقافة السلام المررية حتى بالمعنيين بالسلام المررية في لبنان نحن فيما يتعلق بهالموضوع كقوة من داخل نحن نصهر على تنفيذ هذا القانون أما فيما يتعلق بالتخطيط نحن أيضا كمان عم نطالب وشركة مع الوزارات والإدارات المعاملة طبعا يعني دور كمان نحن نحن نتفرج يعني تزبط الطريق والعالم عم تموت هلأ لأنه الطريق مش مزبوطة ولكن طلب مشق تزبط الطرقات جبا والتخطيط وطارق ولازم فورا تبلش يعني نعمل صيانة مستمرة للطرقات من حيث التخطيط من حيث الصيانة من حيث الإنارة لبعض الطرقات اللاسية ما بيكون فيها عملية للمشاشر أو حتى يمكن البخالف المشاشر لازم كمان أيضا نأمل له إنارة يعني إذا بما كان طبعا بالنهاية أهلنا عم الخالف ما بجنا لقبله في نظريك يسموها لاروت باردونار الطريق المتسامحة يعني إذا الشخص خالف ما الطريق تساهم بقتله للأسف غيئب عن طرقاتنا طرقاتنا هي عم تساهم بمقتل الأشخاص اللي أنا عم تسببوا بالحريس ولكن الطريق ما عم تسامح الطريق كمان هي عم تقدع لها بعد الوقات كنا نحن بنتأمل أنت بخدد وراءك مع عبدالظم بيتكتور إلي كنا كنا بنتأمل بالمادة 205 تكون أكتر تشددا بموضوع صلاحية رخص صوء الخصوصية والعومية والمعاهد اللي لازم الشخص يتخلى والتدريبات اللي لازمة هل لكنا نقول هذا شخص طبيعي بلعك بس أنا معه بس كيف تكمش السير والأشخاص لا ينسقفين على السير يعني ممكن إنسان يحصل على رخص صوء خصوصية هو عمره 18 سنة ويجدده رخصة كل عمره ما المطلوب فحوصات طبية ثقافة ثقافة أحوال الطرقات أي نظام صغير ما هي تقييدة المخرجة كمان قال معك حق لأنه لأننا اليوم ما غيرنا ما غيرنا شيء بهذه القانون إذا بعدنا على رخصة الصوء وأنا بجهل قانون الصوء حضرت له قدام ماذا تقول هذا هذا القانون بالعكس عمل تطور كبير بهذه المجال كان المواطن بده على 50 سنة نغيره دفتر هلأ هلأ على 10 سنين كل 10 سنين فيما يتعلق إذا أنا عمرك 18 سنة وحضر وعندما تصل على شهادة صحية وكاذا نوقع وصورة جديدة وعندما على كيف عم تطلع اليوم شهادة الصحية وعندما على كيف عم يتجدد للنفاقية في مرحلة أخرى لا كله من هدى من ضمنه وضع مؤسسات أنشئة مؤسسات لرفع مستوى هذا الموضوع والتشدد بهذا المجال يعني في مؤسسات يعني بعد مرحل أكيد بشنا من نسابة تكون جازة ولكن في مؤسسات بس أنت براية العمل أنت براية العمل أن الإنسان يحصل على رخصة صوء عمومية هي نفسها اللي يحصل على رخصة صوء خصوصية لا فأنا صح بس أنا أنا ولكن أثناء الفحص يجب يكون شخص متخصص يجب أن أصعب فحص فعلا يحصل على رخصة صوء عمومية يجب أن يكون صعب جدا ويكون عنده معارف كافية فيما يتعلق بمكانيكة السيارة فيما يتعلق بلاقي بلاقي بلاعاني في السيارة يعني أصبحت لا لا معرفة صح اي اي اوكي معرفة كيف تتعطى مع الناس صح هنداموا التصرف يعني هلها جزء من التطور بتشهد عملية الامتحان لا يرخص الصوء حتى فيما يتعلق في هذا الموضوع يعني فيه تحضيرات لمشاريع صح كمان مساعدتكم لإلنا أساسية في هذا الموضوع إذا بيتجهزوا بل شو يتجهزوا مشاريع لها الأمور نقدم لمصلحة تشجيل السيارات مشاريع معينة طبيعا يسير في مرائبة فنحن كقوة من داخلة نحن يعني منعتبر يعني ام الصبي فيما يتعلق بأنون السلام مريوي ولكن البحاجة ميسة للمجتمع المدني لكل المرقبات والجمعية التي يساعدونا فيما يتعلق بهالمجال تخبرني اليوم نحن كنا نحط حزام الأمان بالمقاعد الأمامية هلأ القانون بنص على أنه اللي قاعد وراء صح كمان يشملوا المقاعد بالإضافة للأطفال بالإضافة للأطفال بدي يضعوا الكارسيت الكرسي الأمان تنحمي أطفالنا ممنوع اللي أم تحط ابنها بحطنا هذه كارسي ممنوع هذه مخالفة مخالفة كبيرة تحاسب علي طبعا في دفع طبعا هذه من ضمن المخالفات حتى الولد بده يكون فوق عشر سنوات يقعد قدام يعني ليس بس كمان نحن بحانون وضع حماية للأطفال وبها الحالة إذا سيارات ما مجهزة بسانتور من وراء جوار كل سيارات كل سيارات ستكون مجهزة عندكم مجال لنسان وأي سيارة باش مجهزة مفروض تكون مجهزة ما ليس على السائق الأكل والشرب والتدخين أهم شيء التدخين دخيلك بالسيارة نعم اللي عميح السائقين العموميين والبسيط تحسيم البسيط مسموح تدخين بالسيارة هذا إيه أكيد لا أكيد إذا الشفار نحن تعليماتنا واضحة دخانوا خارج السيارة كل سيارات ممنوع التدخين أكيد السيارة هي مكان يأكلوا ممنوع يدخل ساندويش منقوش هيك هذه التعليمات بتقول أنه يجب أن تكون براء صارق أنون صارق أنون لأنه ساندويش يقول للمواطن العادي كمان ما يدخن لأنه بدأت تركيز كتير مئة بالمئة أنا أحب أن أستوضح شغلة من حضرت المقدمة وقالت بشيء بإنسان أنه هناك مخالفات بحق المرة هلأ أنا أكيد المشاة وهي مهم أكيد وهذا الفصل من فصول أي إذا بدك من الأمور الخلائة التي غضعت الجديدة أنه قانون السعر ولكن الفصل الأول ملوعي أن وجد الإنسان بين السيارات يعني عشواك اللي ما نعمل إجازة صوق للمشاة عشواك يعني لبناني عن جد المشاة بدون إجازات صوق يعرف يمشون يعني هذه حقيقة بدون توعية مبلش بالمدارس لأنه بحاجة توعية للمشاة حبرني أعمل محاضر لفتح نائم كيف المشاة يعني كيف ما فيه شرطة إذا ما فيه جسر عالقصاب ما له حق يمرو إذا ما فيه جسر لا حق يجتاز طريق يعني هون نحن يعني عم نحكي يعني يعني كمان خالكم وعين ما حنلاقي بنيسان بكرة عناصر كوالأمن عم تلاقي هائل عالو يعني هادي نتمنى نوصل فيها سمحلي بس سمحلي عناصر كوالأمن مدربين رح يكونوا نحن عراس الكوالأمن بدأنا فيه نوات خلية التدريب متخصصة بالسلين المردية كنش بالسجارة وعلي على التليفون وبهز بغاس مصرنا هلا بكندا أو فرنسا هلا ها عمل شبه والتغيير وقتل بتحكيني بها الخلقية وبها الحماس وبها الوطنية أنا نحنا مفروض طبعا هذا واجب علينا أنه عوص الكوالأمن ما يعمل هاك بس المخالفة ممكن تكون مخولة أو موجدت العقابة ما فيه صواب أو عقاب فإذا العقاب يعني لأنه فيه أشخاص بتخالف أشخاص بتطلع ما سيحدث بنسان حضرة المقدم يعني النقيب كان عنده كتير تساؤليات رح نحكي عنه بس بدءا من أول نسان ما سيحدث بنسان ما نبدأ تطبيق يعني هلأ نحنا نحنا هلأ نحن نطبق القانون القانون السغير جدا بدأنا بتطبيقه ولكن غرامات نطبق غرامات قانون 67 يعني لأنه تنحضر حال لأنه نحن غير جاهزين محاضرنا الطوابع اللوجستين غير جاهزين كوالأمن الداخلي إن شاء الله بنسان تكون يعني نحن نعم نعم بأقصى سرعة بأقصى قوة لنقوم نتعوض المليون عن ناس ملزمة لكل الأشخاص هي هيدا القانون غدع اللحم هيدا يعني هدفه إنساني نقدر نحمي الناس على الطرقات رغم أساوته في الغرامات عم تحكي كل شي حطرة الدائبة عم يفلفج شوف جيب بعد بدك نسأل نحن جاهزين ناخد اتصال ونرجع لك لأنه أنا اتصال من فرسوة رزق الله ألو ايه الله معا اتفضل أنا وسألا فيك معا اتفضل ايه 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 انا بدي اقول شغلتين ثلاث صغار بسرعة هاي فتراجيك اتفضل اه قلت اللي قلت حضرتك إنه هالكتاب هيدا الكتاب اللي فيه القانون كبير لدرجة إنه صعب الوحد يقدر يقراه كله أنا برأي لو والإدارة بالدرج بتعمل مختصر إلى حد ما منه خصوصا بالنضايا اللي فيها جزاوات كبيرة اللي يعرف الوحد نعم شغلة تانية على الترقات لازم يكون واضح كتير السرعة المطلوبة في محلات على الهوتوسترات عبينها مية تجيب محل ثمانية ما بينتبه لاش الوحد نعم مثل اليوم على مستدرية على كوع نهر الكلب حدريش ثمانية شغلة تانية بستريح الاسور تفضل شغلة تانية وهذه مهمة كتير كتير شغلة تانية مهمة كتير اللي في اليوريسون يخيي على طرف الطرقات وعلى على الفاصل بين الخط الرايح والخط الجي خيي في اليوريسون بوفر كتير حوادث على اليوم صار حوادث اليوم صار حوادث سقوط جرحة بهذا الموضوع شكرا لك أهلا السلام كيف تتلف تخطيط الطريقة وكيف تتساهم بإنطاع الحياة بدأ وزارة تخطيط تخطيط الخطوط الفوسفورية كتير تساهم بالتخطيط الحوادث السيار وتنظم السيار ومنى مكلفة يعني يأما فيما تعلق بالطرقات الفرعية للبلديات أو وزارة الأشغال ضروري جدا ومنى مكلفة كتير حرام هيدة أساسية ومنى مكلفة حتى لا يوجد داع لإنارة في حال وضعت الخطوط الفوسفورية بكتير طرقاتنا هي بدوه هن بدوه بالله الاثنان فيما تعلق بالإشارات كمان على لافتات الساد خاصة متعلقة بالصرعة مش قوة الأمن الداخل مسؤولة عن أيضا وزارة الأشغال والبلديات أما نحن منقول وفي مادة موجودة بالأنون في حال غياب مجلس الماء ورعمار هو بينفز الطريق أما الصيانة وفيما يتعلق ما بعد الصيانة تعوده بالمبدأ على وزارة الأشغال بالطرقات العامة في حال غياب اللافتة ليس حال غياب لأنه نقص باللافتة كدع طرقات في حال غياب اللافتة على 100 كمتر وداخل مدينة 50 كمتر فإذا موجودة مانين على أطسراد يعني لأنه أكيد فيه تشكل خطر على طريق محطول 80 يعني إذا فيه منعطق معين أكيد بشمية نحن ناخد بريك ونرجع معك لحتى تجاوضنا مباشرة على كل المواطنين فاصل ونعود شكرا ماتبعد مع كل مشاكل واحد عبر تلفزيون لبنان مع ضيوف نمر جديدي من راح فيون المقدم جوزاف مسلم رئيس شعبية العلاقات العام بالمدرية العام لقوى الأمن الداخلي ألو سهلا فيك وإيضا نحن باك نحن باك نحن ضيوف عندك وحضرة نقيب أصحاب وشركات التكسيف في لبنان شارل أبو حرب شو بدك ترزيون المقدم أنت محضر كثير نحن محضرين محضرين اللي بيتعلق بمهنتنا وكثير مهم نحن نعرف بالبداية أنا قالت قانون السير الجديد هو قانون عصري قانون متطور ولكن هالقانون ما بيمشي لحاله هالقانون إذا ما ويتابته ورشة مع كل الأجهزة الدولة المختصة والمواطن اللبناني تقدم له هالقانون بمدخل صغير أو بخلاصة أي شخص لاحيق مش هالقانون ويتطلع فيه رح يسكره ما رح يقرأ فياخد الاشياء اللي بتتعلق بالمواطن يعني يكون في إله أبواب يقدر هالإنسان يستفيد منه لأنجز هالقانون كيف مدك باختصار يعني كل إنسان بالدومان اللي هو بتعلق فيه يقدر يعرف وين حدود حريته على الطريق قديش بدل وقت لحتى نعمل هذه الثقافية عن ناس بصراحة إذا بدنا نعمل ما تركه نحن ما بدنا يتحول هالقانون السير الجديد لآنون العقوبات جديد وبالتالي هندرج تعمل هاك في مليون تعمل لك في ثلاث مليون يعني هذا التحضير بالنهاية التحضير لأله سيكون في حملة إعلانية كبيرة حتى نقول أنه ما هو قانون عقوبات وهدف العقلة أنت ما تخالف وجدت قانون العقوبات هي إذا بدت من أهم نجاح قانون السير من أهم نجاح إحدى البنوط قصوة العقوبة من أهم من أهم ولكن يترافقها توعية يترافقها فيما يتعلق أن المواطن يكون جاهز يقتنع ترورية جدا يترافقها على أن يشعر بالذنب شعور بالذنب غير موجود تقريبا باللبنان نعم الاعتراف بالخطأ والأعتراف بالخطأ فضيلي أيضا غير موجود عند الصائقين نعم بشكل عام نعم كثقافي معممة أنه تعتبر المخالف إحدى مخالفات الطارقة والسطحية مخالفات السير ولكن هي من أخطر المخالفات تشكل خطر علينا على صورة بلدنا الحضرية أنه نحن يجب نشعر بالذنب أنه هذه المخالف إطلاقه صحيح بدأت تواجعه يجب أن يتشكر الشخص العنصر الأمن الذي ينفذ هذه العقوبة يجب أن يتشكره حقيقة أعترف أن هذه أخطأت وهذه العقوبة عم تكون لأ إلي رادي عيد الكرح لما يتأثر إئذ حالة وإذ غير وإذ عائلتي يلي بالسيارة اسمح لي لأخذ اتصال أخير حتى نسمعكم معنا سامي منصور ألو ألو مرحبا فضل وبي سرع ومعت ببيقه نعم بس في شغلات عم تصير أنا من يومين كان بي بسارع الحمرة بيت مش باكس السري يعني هو طريق خاص واحد ومارق موكب وزير نعم أرش كيف فبي عم المربعهم زي موكب الوزير باكس السر بطل بدرك من الشباك بيقل له نقبر كد الشجارة من إيدك وعزل شوية بي زلمي عمره ستتين سنة نعم إذا إذا القوة الأمنية يجب تتعامل معنا بهذه الطريقة نحن كيف بدنا نحترم القانون يعني عرفت أنا كنت بالبرازيل معلاء إذا أنت تتغلت مع زلمي كبير أكبر منك بحافبك القانون لازم تحترم شكرا خيّي سامي وضحت وضحت وأهلا وسهلا فيك حضرة المقدم عم يحكي نحن معه 100% إذا في عنصر سائر حكي بهذه الطريقة هذا العنصر السائر غير بلأ أخلاق وهو بنمثل حاله ولكن لابس بللته وللأسف هذه العكس علينا كلنا سوى نحن صورتنا نوقف حد الناس وخاصة الأشخاص يلي هن كبار يلي هن يخدمونا هن أهلنا هن مثل بيّو هن بيّو لا نساعدهم هناك أساسا طريقة التصرف مع المواطنين أكيد من موضوع المواطنين أحيانا للأسف لا أعرف كيف نستطيع نحل نتيجة الوضع الأمني الموجودين فيه ولكن فيه بحاجة لتعاطي مع الناس بطريقة حضرية أكتر إذا أنا لابس البدلي أنا بيتحكم بالناس إنه صرت أهم منه لا ليس أهم منه نحن بيخدمتوا لهذا المواطن من أهم منه أبدا المواطن هو الأهم على الأرض هو الأهم أهم صفة هي المواطنية للإنسان شكرا أنا قبل ما كنت ضابط أنا مواطن أنا أفتخر كنت مواطن قبل ما كنت ضابط وهذه كل الموظفين بالدولة كما نعرفوها المواطن هي أهم صفة الأهم صفة لعند الإنسان ومن ننسيها ودل قدام عيننا من ننسيها إذا نسيناها نفقد المواطنية ونفقد الإنسانية حلوة منها فعلا فعلا شيء بزعل يعني بش مرس عم بيحكي عن كل ونهي من داخل عم بيحكي عن كل عن كل أي إنسان السلام وظيفة بده يكون أكثر إنسانية أكثر قانونية بده يكون هو القدوة إذا أنا كنت وقف على إشارة حمراء وحدا زمر لي من وراء كيف تصدر فعا أنه قال لي ما بترد عليك تعمل حالك مش سامع ما بترد عليك تعمل حالك مش سامع مش سامع عطرش يعني الحقيقة ما بترد عليك قدّيش بدنا وقت أنا قلت لك أبل بيك قدّي بدنا وقت لحتى نعمل ثقافة هذا القانون بكل مواده ودور اللي إعلام قدّي بده يكون دور أساسي تعملوا حملة ولكن نحن عم نحكي على مدار 420 مادة قدّي بدنا وقت صراحة بالنهاية الثقافة بدأ وقت تحتاج إلى وقت لكي يعني تترسخ ببالنا وبذهننا نعم يعني إذا نحن بـ 15 تيسان بـ 15 نحن بطلّي بتنفيذ الأنون إن شاء الله وتنفيذ العقوبات اللي بدرجها الأنون الثير الجديد نعم قدّينا حنلحق نشتغل من اليوم لـ 15 تيسان يعني هي مثل أنـ 15 تيسان هي بداية وليس النهاية هي بداية وتكون تصعودية وليس خمزلية طبعا بكل المواد يعني في مواد يمكن فيها قرارات غير قابل لتطبيق تحتاج إلى وقت ولكن 15 تيسان هي البداية يعني نقطة السفر وليس المية هي الخطوة خطوة الميلي تبدأ أني خطوة الألف تبدأ بخطوة حضرت له وقدم حكي عن السيارات حكي عن الناس الأرصفة داخلين أكيد يعني من ضمن شلعة حقوق المشاة مفروض نحمي الناس ولكن مثل ما قال خينة شار هي عملية منظومة كاملة هي منظلة أمان إذا كوالأمن الداخل لحالها اشتغلت محنوص النتيجة صح يعني بدنا المؤسسات الأخرى تساعدنا بدنا كل العالم طاعة أولوية للسلام المرورية اللي حاليا شبه غائبة لكن في خطوة نحن تقول لهم الداخل قد ما فينا عم نشتغل عم نحاول نساعد ونحكي غير إدارات ولكن بدنا أولوية بدنا تتخصصية في مصر بالسلام المرورية موجود بالجامعة الياسوعية مفروض كل الإدارات الرسمية بلش تتعلم 100% طبعا لدينا تتخصصها هذا علم بحد ذات ومثل ما فيه أطبة مثل ما فيه مهنسين ما فيه أي محامين وغيره ما فيه مهنسي كمبيوتر وأدباء فيه أيضا فيه اختصاص بالسلام المرورية اللي هو غائد في لبنان موضوع العوائق ومشكور سعادة المحافظة اللي ابتدى نبارح بإزالتهم بمدينة بيروت هو رح يكون ضيفنا 3-4 لحتى نحكي عن هذا الموضوع ومشكور لتعاون كنك أقوى أمن وأجهزة وقبو أمنية لواكبة هذا القرار في عمنا بالأمور المادة 130 اللي بتفرض على سيارات التاكسي وضع عددات من أجل الإجراء 130 130 يعني نحيا 15 لسان لا أكيد أكيد هيدا هون يعني هيدا بحاجة لتحدد بقرار يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات والأشغال العامة وللقف هيدا من ضمن الأمور يلي بحاجة لأرار صح ما فينا نطبق إلا بوجود قرار قرار ولا مرسوم لا بحاجة لأ قرار 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 يكفي أنه يكون في اتفاق بينكم حضوا بقرار معين إذا هذا يخدمكم وينظم أكيد يعني مش نحنا نحن نخلق نعني كمان ما نحضر قرار بالعدادات نحن نتسهم مع بعضنا نحن نحن هذا القرار يعني كل جمعية أو كل مؤسسة بحاجة تعمل على شيء مختص فيها مادة تختص فيها بطرعاها بتبنش فيها يتفق وزير الداخلية والبلديات مع وزير أشخاص وينظم حضرة نائب خليص الوقت شو بدك للدهم أنا بقول للمؤدب أنا بقول للمؤدب يعني في نشان بحطه على صدره نحن فيه مقولة بتقول عننا بالشركة يلي بفوت لعندز علان على المكتب بيطلع ويعتذر فكنا جايين وعندنا ألفين مشكلة حول أنون السير فطلعين عم النس نستئذ نحن ويا بأجل نحن على طول نستئذ نحن على طول هذا التنسيق بالختم نحن نقول بنسان هي خطوة من ضمن الألف ميل سنبدأ بهذه الخطوة لأن القانون بنص علينا نبدأ بهذه الخطوة على أمل أن نتساعد من الجميع من جميع الإدارات المؤسسات العامة والخاصة والنقبات والجمعيات والإعلام وأن يساعدنا أيضا وضع الأمن والوضع السياسي وأيضا الإعلام هو دور الأساسي لأنه هو بدي يكون رأس الحربي معنا شكرا لك شكرا لحفظة النائب على وصالة فيه بدي أشكركم أشكر موجودكم نشكر متابعتكم أصدقائي طبعا الوقت ضيق لحتى نقدر نحكي عن هذا القانون بتمنى بحلقات متتالية عبر تليفيزيون ربنا نقدر نواكبها ومرة جديدة بدنا أقول لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك للمخرج باسم جابر كل التحيات للفريق اللي عامل معنا بالاستوديو نشوفكم نهار التانين بحلق جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة